سلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كليكشن برحب بكل متابع القناة النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنشتغل اسكارب بيه بطرون سهل وبسيط الحياة من الغرز المزوجة اللي تنفع سواء للرجال او للنساء وعلى كل الاعمار خليني اقول انه اهداء لكل حبيبي واصدقائي اللي طلبوا مني اننا نشتغل اسكاربوات مختلفة لفصل الشتاء وكمان على مدار الاسبوع هنشتغل مع بعضه ونطبق كليكشن كامل من الاسكاربوات بغرز جديدة ومتنوعة تبعيها معايا على مدار الاسبوع بتمنى تعجبكم يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق مع بعض الادوات اللي هستخدمها هستخدم خيوط صوف متوسطة السمك زي ما احنا شايفين مع بعض كده هشتغل بابرة رقم اربعة مليمتر وهحتاج لابرة التنظيف والمص اول خطوة هبتدي اعملها هشتغل حلقة البداية هسحب واحد اتنين واشد طرف الخيط بالشكل ده كده الغرزة اللي هنشتغلها على الاسكارب من مضعفات العدد الثلاثة ده معناه اني هرتفع على سلسلة البداية ثلاث سلاسل في ثلاث سلاسل لحد العرض المناسب وبعد كده بتوقف انا بالنسبالي هشتغل عرض القفية على واحد وعشرين غرزة سلسلة فهسحب من الخيط بالشكل ده كده واطلع من الحلقة اللي على الابرة وهعد واحد اتنين ثلاثة وهقرر واحد اتنين ثلاثة لحد ما كون بنفس الطريقة واحد وعشرين غرزة ارتفعت به واحد وعشرين غرزة سلسلة ده كده عرض الاسكارب اللي انا هتشتغله طبعا اذا حب اعرض من كده بتبتدي تزاودي تلاتة سلسلة في تلاتة سلسلة لحد العرض المناسب لما بنوصل على العرض المناسب كده بنرتفع سلسلتين واحد اتنين بالشكل ده كده وهلف الخيط على الابرة وعلى الغرزة رقم ثلاثة هفوت اول غرزتين على الدور وعلى الغرزة رقم ثلاثة هدخل اسحب الخيط ومعايا ثلاث حلقات هشتغلهم نص عمود اللي هم ثلاث حلقات وبسحبهم في حلقة واحدة كده وهكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة على كل غرزة بتقابلني باشتغل نص عمود من نفس الغرزة ثلاث حلقات وبخرج منهم وهكرر والحد نهاية الدور اصلت على نهاية الدور في النهاية هرتفع على الدور الجديد بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الشغل بتاعي بالشكل دا كده والارتفاع بيحل محل اول غرزة هفوت على الدور واحد اتنين وعلى تالت غرزة هسحب الخيط على الابرة بالشكل دا كده على الغرزة رقم ثلاثة واحد اتنين وفي الثالثة هدخل اسحب عمود دلف اللي هو ثلاث حلقات وبشتغل حلقتين فحلقتين وهكرر في نفس الغرزة بكمان عمودين بدخل اسحب الخيط والثلاث حلقات باشتغلهم حلقتين فحلقتين وهكرر العمود التالت في نفس المكان يبنا اشتغلت ثلاثة عمود في الغرزة التالتة وهكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة بفوت على السطر جرزة التانية وفي الثالثة هدخل اشتغل ثلاثة جرزة عمود بلف بلف الخيط وادخل اسحب عمود حلقتين فحلقتين وهكرر كده عمودين كمان في نفس الغرزة ادي واحد اتنين هفوت غرزتين وفي الثالثة اشتغل ثلاثة عمود بلف واحد اتنين تلاتة هفوت غرزتين وفي الثالثة اشتغل ثلاثة عمود بلف وبنفس الطريقة كده هكرر والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين مع بعض في النهاية بيبقى عندنا ست مجميع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كل مجموعة منهم عبارة عن ثلاثة عمود بلف على نهاية الدور بيتبقى معايا ثلاث غرز بفوت برضو الغرزتين وفي الغرزة الثالثة واخر غرزة معايا على الدور باشتغل فيها غرزة عمود بلف بالشكل ده كده باسحب عمود عايزي حلقتين فحلقتين يبقى انتهى الدور معايا زي ما ابتدأ شايفين ابتدأ بارتفاع وانتهى بعمود يعني البداية زي النهاية بعد كده هرتفع على الدور اللي جاي بتلاتة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة هلف الشغل بتاعي وابتدي اشتغل على المجميع اللي كونتها دي عشان اكون الغرزة اللي هشتغلها فعلى المجموعة الاولى كده شايفين المجموعة عبارة عن ثلاثة عمودة باشتغل عليهم ازاي باشتغل على العمود الاول بريد امامي على العمود التاني باشتغل في حلقتين الغرزة بشكل طبيعي على العمود التالت بريد امامي تمام يبقى الارتفاع بيحل محل اول غرزة تحت وهلف الخيط على الابرة وعلى العمود اللي جاي من المجموعة كده اول عمود بنزل اسفل العمود شايفين معايا هدخل اسحب الخيط واشتغل العمود بتاعي بشكل البريد الامامي كده بعد كده على العمود اللي في النص بشتغل فوق فحلقتين الغرزة فوق العمود في حلقتين الغرزة بشكل طبيعي كده وهدخل اسحب الخيط واشتغل برضو من نفس العمود حلقتين فحلقتين على العمود التالت من المجموعة بشتغل بريد امامي بنزل اسفل العمود من الامام كده يبقى العمود على الابرة اسحب الخيط واشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين بنفس الطريقة كده همر على الدور كله واشتغل على كل مجموعة هتقابلني بنفس الطريقة على العمود الاول بريد امامي اللي في النص غرزة عادية والاخير بريد امامي فهلف الخيط على الابرة واول عمود هيقابلني على المجموعة اللي جاية كده هنزل اسفل العمود شايفين العمود بتاعي بيبقى على الابرة شايفين كده بنزل اسفل العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط واشتغل العمود حلقتين فحلقتين على العمود رقم اتنين بدخل فحلقتين الغرزة فوق العمود مباشرة واشتغل الغرزة بشكل طبيعي ثم العمود الثالث من المجموعة برضو بشكل البريد الأمامي بنزل أسفل العمود أسحب الخيط وهرتفع حلقتين فحلقتين هكرر على المجموعة اللي جاية العمود الأول بريد أمامي العمود الثاني بشكل طبيعي ثم العمود الثالث بشكل بريد أمامي هكرر بنفس الطريقة ولحد نهاية الدور صلت على نهاية الدور بشتغل على آخر مجموعة بالشكل دا كده علشان أنهي الدور بتاعي بشكل سليم دايما بشتغل على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية بفوت أول سلسلة وبشتغل على السلسلة رقم اثنين بدخل على السلسلة الثانية بالشكل دا كده أسحب واشتغل عمود بلف يبقى انتهى معايا بالشكل اللي احنا شايفين وهبتدي ان انا ارتفع على الدور اللي جاي كل بطرون الغرزة اللي هنشتغلها عبارة عن تكرار للسطرين دول هما هما سطر بنكون فيه المجموعة المكونة من 3 أعمدة كل 3 غرزة وسطر بنشتغل على المجميع اللي كوناها بنفس الطريقة اللي شفتيها معايا فعلى الدور اللي جاي هبتدي أقرر سطر المجميع مرة تانية ارتفع بتلاتة سلسلة ولف الشغل بتاعي الارتفاع بيحل محل أول غرزة تحت بعد كده هفوت الغرزة الأولى على طول شايفين الغرزة اللي جاية على طول وهيقابلني عمود بارس كده اللي هو الغرزة رقم 2 هشتغل جوا الغرزة رقم 2 زي 3 عمود بلف 1 2 3 كده أنا كونت أول مجموعة تمام؟ بعد كده هقرر بفوض غرزتين وفي الغرزة الثالثة دايما هلاقي الثالثة دي عمود بارس بالشكل ده كده لأنه ده العمود اللي كنا بنشتغله بشكل طبيعي تمام؟ هلاقيه على الدور ده كده بارس فالعمود البارس ده هو ثالث غرزة بالنسبالي بفوض 1 2 وفي الثالثة بشتغل ثلاثة عمود بلف 1 2 3 وهقرر بفوض غرزتين وفي الغرزة الثالثة بشتغل ثلاثة عمود بلف 1 2 3 هفوض غرزتين وفي الثالثة ثلاثة عمود بلف 1 2 3 هفوض غرزتين وعلى الثالثة ثلاثة عمود بلف 1 2 3 وهقرر للمرة الأخيرة بفوض غرزتين وفي الثالثة بشتغل ثلاثة عمود بلف 1 2 3 شايفين معايا؟ أصبح أنا قررت من نفس سطر المجموعة هي هي مرة تانية وعشان أنهي الدور بشكل سليم زي ما قلتلك دايما بلف الخيط واشتغل على غرزة النهاية في سلاسل الارتفاع في السلسلة رقم 2 وبدخل أسحب الخيط واشتغل عمود واحد بالشكل ده كده يبقى انتهى الدور وهرتفع على الدور اللي جاي عشان أشتغل على المجموعة بارتفع بتلت سلاسل بالشكل ده ولف الشغل بتاعي وهبتدي أشتغل على المجموعة اللي تكونت عندي بنفس طريقة العمل اللي كنا بنشتغل عليها كنا بنعمل ايه؟ على العمود الأول بريد أمامي على العمود التاني غرزة عادية في مكان الغرزة الطبيعي وعلى العمود التالت بريد أمامي فهلف الخيط على الإبرة وعلى العمود الأول هنزل أسفل العمود أشتغل بريد أمامي على الغرزة التانية فوق فحلقتين الغرزة بشكل طبيعي فوق العمود وهسحب عمود بشكل عايزي على الغرزة الثالثة من المجموعة بشتغل بريد أمامي أسفل العمود بالشكل ده كده وهسحب واشتغل العمود بتاعي أصبح أنا بقرر وهقرر على المجموعة اللي جاية العمود الأول بريد أمامي العمود الثاني في حلقتين الغرزة فوق بشتغل غرزة طبيعية وعلى العمود الثالث والأخير من المجموعة بشتغل بريد أمامي وهقرر بنفس الطريقة ولحد نهاية الدور بشتغل على كل مجموعة بتقابلني بنفس الطريقة كده على العمود الاول والاخير بريد امامي والعمود اللي في النص بشتغل بيه غرزة طبيعية خالص زي ما بنشتغل فيه حلقتين الغرزة صلت على نهاية الدور في النهاية بنهي الشغل بتاعي بنفس الطريقة على سلاسل الارتفاع بفوت السلسلة الاولى وعلى السلسلة التانية بدخل اشتغل عمود واحد من نفس العمود بالشكل ده كده ابقى انتهيت هرتفع ثلاث سلاسل ولف الشغل بتاعي الدور على السطر اللي بجمع فيه او بكون فيه المجميع فهلف الخيط على الابرة واول غرزة على طول هفوتها والغرزة البرزة اللي جاية وهتقابلني على طول بدخل اسحب الخيط واشتغل ثلاثة عمود بلف واحد اتنين تلاتة وهقرر هلف الخيط على الابرة بفوت غرزتين وفي الثالثة شايفين العمود بارز ازاي في الثالثة دايما هلاقيها عمود بارز كده هو ده المكان اللي بشتغل فيه المجموعة بتاعتي عبارة عن ثلاثة عمود بلف بالشكل ده كده تمام هقرر بفوت غرزتين وفي الغرزة التالتة ثلاثة عمود بلفة هنهي الدور وهرتفع ثلاث سلاسل وارجع على المجميع اللي اشتغلتها على الدور اللي جاي واشتغل بنفس الطريقة اللي شفتيها معايا على الاول بريد امامي في النص بشتغل غرزة عادية وفي الاخير بشتغل بريد امامي وهكذا زي ما انت شايفة هو نفس السطرين وبنفضل نقررهم ونرتفع لحد طول الاسكارب اللي احنا محتاجينه زي ما انت شايفة كده الغرزة على اتجاه بتدينا شكل كارو وعلى الاتجاه التاني بيبقى شكلها زي الدايمون كده يعني من الغرزة الحلوة قوي انا هرتفع ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض ارتفعت لحد طول الاسكارب المناسب وخليني اقولك انه از بتعملي الاسكارب طبعا ليه شخص بالغ او كبير بيبقى طول الاسكارب بيبتدي معاك من 175 سنطسي ولحد مترين ونص ده حسب الطول اللي انت حباه ازا بتعمليه للاطفال او يعني لحد سنه صغير او طوله قصير بيبتدي معاك من متر وربع والحد يعني 175 مترين وزي ما تحب فانا هنا كده ارتفعت بالطول المناسب وزي ما انت شايفه ده شكل الغرزة من الامام وشكلها على الاتجاه التاني بتبقى قرو اعتقد ان الغرزة كده وضحت معانا فتبقى دابل فيس ممكن يتلبس على اي وش منهم لانه الغرزة وراء بتبقى مختلفة جدا عن شكلها بالنسبة للامام فانا كده بعد ما وصلت على الطول المناسب هبتدي ان انا على اخر سطر اكون سطر من جرزة النص عمود زي ما بدأنا فمن مكاني هنا كده هرتفع بسلسلتين واحد اتنين ولف الشغل بتاعي ده بالنسبة لي يبقى اخر دور وكل اللي انا هعمله هلف الخيط على الابرة وهشتغل طبعا الارتفاع بيحل محل اول غرزة تحته ومن تاني غرزة على طول هشتغل على كل غرزة بتقابلني غرزة نص عمود زي ما بدأنا العمل على الاسكارف في الدور الاول بالشكل ده كده والحد ما وصل على نهاية بنفس الطريقة على كل غرزة غرزة نص عمود واحدة اتمنى نهاية الدور وخلي بالي اني اخر غرزة نص عمود بشتغلهاake على سلاسل الارتفاع اللي في النهاية والمرودي هشتغلها في السلسلة رقم على طول الاسكارف واحنا بنشتغل على اخر الدور في السلسلة رقم اثنين من الارتفاع على اخر دور او او على اخر سطر من سطر النص عمود ده هنشتغل النص العمود الاخير في السلسلة رقم لاتريحن التن Sol 3 من على لارتفاع بالشكل ده كده يبقى انتهى معي و اصبح زي بداية الاسكارب زي ما ابتدينا الاسكارب بالزبط نهايته و بدايته واحدة و هبتدي تلوقتي اخد سلسلة تأمين هرفع الخيط و هقص نرحلة دي كده اي زوائد موجودة معي من بداية او نهاية الخيط بلضمها في ابرة التنظيف بالشكل ده و هدخل ادخلها في الغرز بتاعت شوية بسراجة عادية خالص بالشكل ده كده رايح جاي في السطور و هتخلص من الزيت في المرحلة بالنسبة لنا على الاسكارب بنبتدي نركب الشرشيب طبعا بنقطع خيوط متساوية الاطوال و ده بالطول اللي ستحبيه على الشرشيب في نهاية الاسكارب انا قطعته على 12 سنتيمتر كل الخيوط 12 سنتيمتر بالشكل ده كده و كل 4 فى 3 شايفين كل 4 فى 3 بالشكل ده هيشكلولي واحدة من الشرشيب اللي انا ركبتها تركبها سهل جدا بنجي هنا هوت على نهاية الاسكارب على السطر الاخير اللي هو من جرزة النص عمود بفاوت واحد اتنين تلاتة و في الفراغ الرابع شايفين الفراغ اللي ما بين جرزتين النص عمود وبعض بالشكل ده كده بدخل اسحب كده المجموعة بتاعتي اول 4 فى 3 وحاول ان انا انصفهم في المنتصف كده هسحبهم للداخل لما بيدخلوا كلوس كده سهل جدا برفعهم شوية تمام و جوة الحلقة اللي انا كونتها من مجموعة الخيوت بدخل شايفين كل المجموعة المتبقية على الاتجاه التاني بدخلها بكل سهولة على الحلقة اللي كونتها كده بسحبهم وشدهم بشكل محكم جدا وتبقى تكونت عندي وطبعا بعد ما بتمتهي بتهزبي كل الشرشيب بنفس الاياس او بنفس الطول زي ما تحبي وزي ما قلتلك ممكن تطويديهم او تقصريهم يعني بالشكل اللي يريحي كوي الطول اللي تحبيه على الاسكا اذا يبقى انتهى تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين مع بعض قد ايه من الغرز الحلوة قوي والسهلة والبسيطة اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم وياريت كل الاستفاد ما ينساش اعمالي لايك اذا بتتبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحبين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراكشن تشوفوا كل جديدي على قناة كوليكشن وفعلوا شارط الجرز يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة